اغلامنا لما بيفتح قناة على اليوتيوب واول فعلا لما بفكر ان هو يفتح قناة تقريبا عقله بيجيب ارور لانه مش عارف هيبدأ بايه وهيفضل يسأل نفسه اسئلة بدري قوي عبالة ما يفكر فيها والاسئلة هي ايه اول فيديو هنزله طب انا هتكلم عن ايه طب هجيب افكار مواضيعي منين طب انا لو استنزفت الافكار اللي عندي دي هقدر اجيب افكار تانية منين في المستقبل وخلافه وبيفضل يسأل نفسه اسئلة تقريبا بتكسر اي حد من قبل ما يبتدي وطبعا مش محتاج اقولك ان ده غلط اساسا بس مهمتي في الفيديو ده ان انا ادلك على بداية الطريق كالعادة يعني وعشان ما اطولش عليكم حابب اقولكم ان انا فتحت قناة جديدة اسمها اديتور القناة دي مهتمة بانتاج المحتوى والتصميم يعني لو حابب تتعلم الفوتشوب او برامج المنتاج زي ادوبي بريمير او غيره او حابب تتعلم تصوير الافلام وغيره اذا هيكون على القناة دي هسيب لكم رابط القناة في الوصف اتمنى ان تشتركوا فيها وبعد ما انك كده كده رايح على الوصف فحابب اقولك ان احنا لنا قناة على تيليجرام وكمان جروب على تيليجرام بجانب برضه جروب على الفيسبوك لو حابب تتضم برضه سيب لك رابط تحت في الوصف والمرة دي بيقى بجد نروح للشرح الافكار البعبع اللي بيخوف ناس كتير انها تفتح قناوات على اليوتيوب خوفهم بيكون الافكار دي انه ممكن تخلص في يوم الايام ومش هيبقى عندهم اللي يقدموه تاني حتى تعليقات بعض الناس بتساعد ان الخوف دي يجبر كمثال اليوتيوبر الفلاني للأسف افكاره خلصت ومبقاش عنده حاجة تاني انه هو يقدمها اكيد انت بتسمع او بتشوف الكلام ده كتير بالنسبة لي انا مش متفق قوي مع الكلام ده لاني معنى كلمة فكرة او افكار هي كلمة ابداعية بتقدر تنميها مع التعلم والبحث والقراءة لاني العامل دي بتفتح افاق اخرى بتخليك تبص للحياة مش لللي هتقدمه فقط بشكل مختلف طب ايه اسهل طريقة انك تعمل كده هي انك تعتمد على غيرك بمعنى اخر انك تقدم ما يطلبه المشاهد لو انت قررت وفعلا فتحت قناة جديدة شوف اول فيديو هتقدمه ايه هتسألني طب فكرة اول فيديو اجيبها ازاي هقولك من الكلمات المفتاحية اللي تقدر تجيبها من جوجل او من اليوتيوب نفسه كمثال صندوق البحث اللي على جوجل او اليوتيوب لما بتعوز تبحث عن حاجة اكيد بتكتب افتراضا حل مثلا مشكلة كذا وبعد كده بيظهر لك في الصندوق ده بعض الاقتراحات طبعا انت الاقتراحات دي بتختار منها الكلمة او الشيء اللي انت هتتكلم عنه او هو ده اللي قصده هتختار اول فيديو بتاعك من الكلمات دي اختار كلمة ونصخها واعمل عنها فيديو وكده تكون عملت اول فيديو لك اعتمد على الاستراتيجية دي لفترة لحد ما تقدر تكون ليه جمهور بعد كده اوتوماتيك الاستراتيجية التانية هتظهر ليك لوحدها وهو الجمهور نفسه بطبيعة الحال الجمهور لما بيشوف ليا فيديو ويعجبهم بيطلبوا مني ان انا اتكلم مرة تانية عن الشيء اللي انا اتكلمت عنه كمثال انا شرحت اداة معينة على الفوتشوب هتلاقي حد سايب ليا تعليق وبيقول لي طب ازاي اعمل كده ازاي يحل المشكلة اللي ظهرت عندي في الفوتشوب ازاي يستخدم الاداة بشكل افضل واعمق من كده وخلافه وضل قصده هتقدم دايما اللي بيطلبه المشاهد لان دي مراهمة دايما كذبانة احيانا ممكن تلاقي ان فيه فيديو ضرب عندك وجام مشاهدات كتير جدا في وقت قياسي اول عملت فيديو بس نموه اسرع من اي فيديو اخر عندك على القناة باختصار شديد ده القطر اللي مفروض تركبه عشان توصل وجهتك بسرعة بمعنى انك عملت فيديو كمثال عن برامج المونتاج الفيديو ده جام مشاهداته بينمو بشكل سريع جدا هل اقف على كده؟ اكيد لا طبعا وانما هعمل فيديو تاني عن نفس الشيء اللي انا تكلمت فيه كمثال افضل برامج المونتاج برنامج منتاج قوي وسريع برنامج منتاج خفيف للاجهزة الضعيفة وهكذا عايز مثال حي برضو عشان تفهم انا قصد ايه مفيش اي مشكلة لو دخلت عندي على قناة اللي هي قناتك ريزا نيتنر بكلمك منها دي ودخلت عندك وشفت اعلى فيديو جام مشاهدات عندي ايه هتلاقي ان فيه فيديو بعنوان افضل برامج المونتاج للكمبيوتر ولليوتيوب تقدر تبدأ بيه الفيديو ده خلال السنة جاب 962 الف مشاهدة وطبعا اللي بقولك الرقم ده من وقت تسجيل هذا الفيديو يعني داخل على المليون قمت بعدها عمل فيديو تاني بعنوان افضل ثلاث برامج المونتاج مجانية ومفتوحة المصدر تقدر تشغلها على الاجهزة الضعيفة الفيديو ده جاب 132 الف مشاهدة اسكت تاني لا يمكن طبعا امتعامل مجموع الفيديوهات بتتكلم عن برامج المونتاج في منها اللي وصل وفي منها اللي لسه بيكمل في طريقه لذلك التركيز على الفيديو اللي جاب اعلى مشاهدات عندك وتكرار التجربة مرة تانية بنفس الفكرة احتمالي جيب نتيجة مهم جدا انك تفهم الجمهور اللي بيشوفك تفهم الناس عايزة منك ايه ومنتظرة منك ايه هتقول لي عم عبل لطيف افهم مين واعمل ايه انا عندي عادة كبير جدا ممكن يوصل للمليون هقولك اماله يا سيدي ان شاء الله لو حجم قناتك 110 مليون زي قناة بيوتي باي تقريبا دي تاني اكبر قناة على اليوتيوب برضو تقدر تفهم جمهورك بس طبعا هيكون عن طريق الاحصائيات وعالم الاحصائيات ده بشكل عام واسع وكبير واستحال ان اقدر اغطي كل فيديو واحد وانما انا هتكلم عن جانب واحد صغير ومتعلق برضو بنفس موضوعنا وهو جمهور قناتك بيشوف او بيتفرج او مهتم بايه غيرك لو رحت على قناتك ثم دخلت على استوديو اليوتيوب ثم رحت على الاحصائيات وبعد كده رحت على الجمهور هتلاقي في صفحة كده ظهرت لك الصفحة دي باختصار شديد بتحاول انها هتفهمك اهتمام جمهورك اللي بيتابعك اهتمامه لايه تاني في قسم كده اسمه القنوات الاخرى التي يشاهدها جمهور قناتك القسم ده بيظهر في القنوات اللي جمهورك بيتابعها وزي ما ظاهر عندك في الصورة هتلاقي ان النسبة الاكبر من جمهوري بيتابع دروس اونلاين ويليه سانكارا ويليه همزي وغيره وغيره لو جينا ودخلنا كمثال على اي قناة من دول وبصنا بص على المحتوى اللي بقدموه هنفهم دماغ جمهورك ريز ان انت بيحب ايه تاني بما ان قناة سانكارا وقناة همزي بتركز بشكل اكبر على الهاردوير وحلول الكمبيوتر بشكل عام اذن انا افهم من كده لوانا نزلت محتوى عن الهاردوير او حل اي مشكلة في الكمبيوتر ممكن الاي اقبال عليها بسبب ان جمهور قناتي بيتابع برضو نفس النوع ده من المحتوى اللي هو الهاردوير او السوفتوير وطبعا انت ممكن تفهم دماغ جمهورك بشكل اكبر وافضل من كده بكتير كمان لو اتعمقت صح في الاناليتيكس وفهمتها وعشان ما اتطولش عليكم مكتب من كده كده اكون وصلت لنهاية الفيديو كالعادة لو الفيديو عجبك ما تسلساش انك اشترك في القناة وتفعل الجرس وراها على طول تعمل شير للقناة لاني ده اكبر دعم للقناة واتمنى فعلا ان انتوا تسمعوا لي للمرة دي وتعملوا شير فعلا واشوفكم على خير باذن الله الفيديو الجاي ومعا السلامة